طبعا إذا رجع تاني لميكالي الوضع الأخير وقصة اللعبين أو الأندية اللي مش عايزة تبعث لعبتها سواء اللعبين تحت السن أو اللعبين الكبار موقف ميكالي في الموقف ده ما فيش أندية رفضت تبعث لعبتها تحت السن آه لك الموضوع كله كان في اللعبين اللي فوق السن تمام إنت عارف إن ده أجندة دولية مش أجندة دولية الأولمبياد فمن حق النادي سيد اللي برة وإحنا هنا بس بنغلب الجانب الوطن نقول لك لأ لازم وأنا معاك إن ده منتخب البلد وإحنا بنعمل الدوريات دي كلها لمصلحة المنتخب الكبار بتلعب عشان لمصلحة المنتخب عشان المنتخبات طبع الأول في الأخ نعمل الدوريات دي عشان منتخب بل لكن في التوقيت الأخير إحنا ممكن تحت كرة ورابطا نقول لك أجل الدوري أيوة بس لما جينا برضو يعني نفكر في ده تأجيل الدوري إحنا عايزين نعمل موسم السنسنائي من السنة الجاي عشان تلاحم المواسم اللي شغال نحط له حد فاصل بقى كفاية بقى كفاية الإصابات اللي اللعبين والإرهاق اللي عند اللعبين الشراكات في بطولات إفريقية ومنتخبات أنا هتفق معاك أنا معاك هتفق معاك كمان بس إحنا ليه بنجي عند المنتخبات ونفتكر فجأة إنه ليه بنأجل وما ينفعش نأجل وفيه موسم استثنائي أول ما الأهلي يقول له بتأجيل تفضل يا أهلي أول ما الزمالك يقول له بتأجيل تفضل يا زمالك يا بيرامدز يا مودرن كل أندية تمام وعشان مصلحة الكرة المصريح اللي بيمثلوها لكن نجي عن المنتخبات نبدأ نفتكر فكرة الاحترافية وإزاي نخلص المسلم المنتخبات قبل الأندية كمان بس اللي حصل إيه اللي حصل إيه في التوقيت اللي احنا فيه أنت مرتبط بموعيد قيد إفريقيا ومحليا تمام مرتبط بموعيد في شهر تسعة مباراتين للمنتخب المصري في أولى تصوير كاس الأمم الأفريقية فلو أنا جيت خط شهر دلوقتي القيد كل سنة أنت طيب منتخب داخل يبقى مش مخلصين السنة فدي كانت حاجة صحيح طيب إلغي الدوري أنا بتكلم بالسنة النجي أقول أنتوا فين إلغوا الدور عشان متخل حاطر نلغي الدور يلا يا جماعة نلغي الدور اللي إيه في الماهمة زي اللي يوفر أنت عشان تاخد قرار والله العظيم تلات لازم تقعد تشوف تفتش تبعيات القرار دي صحيح قليات اللي أنا أخذه ازاي إيجابياته هتكون ازاي سلبياته هتكون ازاي سهل لقوي اللي أنا أعمل عنطر وجتالع المنتخب ونخر ويلغوا الدوري ما هنفق ما هنفق ما هنفق مش كده أبدا زي ما أنت عارف هنفق أنت عارف القرى بقى الاقتصاد وفلوس عشان ألغي الدوري مبالغ باهزة من الرعاية اللي موجودة رضي عنديها بقى دي للرعاة الرعاة خلاص اللي عنديها هرد منين صرفت والأنديها هتقول لك ما ترغيش الدوري والأنديها تقول لك ما ترغيش الدوري فلازم أن أنت تحل في إطار أفضل الحلول اللي ما تجرحكش طيب الموسم اللي جاي لو هو استثنائي بنفكر فيه يبقى استثنائي ازاي بص انت طبعا انت عارف أن الدوري هو اختصاص الربطة لكن احنا كالتحاد كورة جربنا السنة دي دور المحترفين وانت متابع عشرين نادي لعبنا دور أول خدنا العشرة الأوائل نفسه على الصعود منهم للدور الممتاز والعشرة الأقارة احنا بنزل ست كان بنفسه على نزل ست الدور ده من أول يوم لآخر يوم كان قوي جدا وبعدين الميزة في حاجة لو انت عملتوا في الدور الممتاز انت مش عاوز منافسة حتى الأسابيع الأخيرة هتيجي مثلا تلاقي مثلا الأهلي والزمالك وبيرامدز امبي سواميكا كيلباترا المصري الإسماعيلي الاتحاد المحلة لو طلع هتلاقي الأندية التقيلة موجودة في العشر أو في التسعة اللي فوق الانو 18 نادي فدول هيلعبوا بعض فتشو واحد دم نكسب التاني عكس اللي بيقى في ديل الجدول انت دم تكسبه ريح جاي بس ما في رأي تاني يقول لك ما أنا ممكن نبدأ الدور الأول مش كويس بس بتحسن بعدها في دول تاني ليه تاني على احنا لما جربنا الدور ده في دور المحترفين من أول يوم كل واحد حريص على النقطة من أول صفارة فكنا شفنا دور السنة دي كسر الدنيا كسر الدنيا والناس كلها شاف وعشان كده طلع منه عدد من نجوم ما بين الدورين انتقلوا لأنديات الدول الممتازة فانت شايفين ده ممكن فده ده التجربة الأفية ده اللي احنا نطبع بالموسم اللي جاه وفي خطه مثلا استطلاع رأي من الأندية أنا يعني من خلال يعني اللي بيدور في الغرفة أو بالله ما يسمعه ده اللي ممكن يتم السنة ممكن يتم السنة بس لازم باتفاق الأندية مع الرابطة طيب ترجمة نانسي قنقر